عايز أقول لحياتك حاجة ممكن قارة على حضرتك خمس بنود من القانون الرقمية المعدة لسنة 1993 فيما تعلق بالنقابات المهنية تم إلغاءه بحكم المحكمة الدستورية في 2010 خلصت بس دي تم إلغاءه بحكم المحكمة الدستورية في 2010 خلاص يا الدكتور النوقت دي لحد دلوقتي يستمع لا 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 قانون مية أتلغى ما نتكلمش فيه يعني أنتوا دلوقتي ما بتحسوش على حسن الأداء المهني إزاي يعني لها ده أساسي شفت إزاي ما دي قوانا بس دي مادة في 35 بعيدا عن مية يعني مش كل اللي كان في قانون 93 تلغى طيب أنتوا مش بتشرفوا على ممارسة ورقابة ومزولة المهنة طيب كل ده يخلي النقابة إنها لو ضمت الناس دي للنقابة بالعكس حيبقى ليها أبر هند عليهم بمعنى إيه؟ يحرك مماعة إنه هم يبقوا في النقابة ده ضروري إنت عايز أزبط للمجتمع هو لازم يبقوا تحت عينك مش براك حتى لو اللي بيقدمه مش فن لا ما أنا عايز أقولك لا ما فيش حاجة اسمها يعني بصي ما هو ده فن بالنسبة لشريحة مجتمعية معي بالنسبة لشريحة معينة أنا يعني مش ممكن أنا أكون درسة طول عمري موسيقى وهقارن يعني المجتمع يا جماعة مش كله وفئة مجتمعية واحدة فيه فيه فرق ثقافي وتعليمي وكده والناس دي لها جمهورها وأنا لا أحتقر ولا أحقر من أحد في المجتمع ده وطول عمر المجتمع المصري فيه فئات وكل فئة لها غنيها بس أنا قصدي إيه؟ قصدي إن دول لما يبقوا تحت جناح النقابة النقابة تقدر تفرض شروطها على ما يقدمونه ومين؟ كلمة ولحن ولبس والبنات اللي بيرقصه لأن أنا شفت فيديوهات اليوم معهم بنات بيعملوا مثلا حركات مش كويسة البنات اللي بيرقصه معاهم ده كان من الحاجات اللي خلانا قعدنا زي ما قلت لحضرتك واتمع المجلس في إنه حاول ينخلن وضعه طب يا مايستر أنا حاجل حريكو أستاذن الدكتورة بس في نقطة قبل ما أروح للمائسترول الرد هو بس مشكلة المهرجانات يا دكتور إنه هي ما بقيتش مقتصرة على فئة معينة ده حقيقي دي بجانب أفراح الفنينة الفايف ستار بعد رائعة عين في محر دكتورة دي تأم الحفرات في الجامعة الأمريكية طيب أنت بتأكد لنا بقصد حضرتك شايفها مشكلة يا مايسترو ولا شايف إنها مشكلة على حسب اللي بيتقدم يعني مشكلة كلمات ومشكلة نرجع لنمرأة واحد مشكلة الكلمة